اشتركوا في القناة تنفي خطط انشاء مخيم للاجئين على حدود النمسا تفكيك شبكة يمينية متطرفة متورطة في تجارة تذكارات نازية الشرطة المالية في فيينا تكشف عن 29 تهاكا في صالونات الحلقة واخيرا البريد النمسوي يبدأ تجربة توصيل الطرود يوم الاحد مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم اجتمع قادة الأحزاب النمساوية الخمسة في جولة الأفيال في آخر اللقاء نظمة أورف قبل الانتخابات لتبادل الأراء حول القضايا الرئيسية مثل الاقتصاد والهجرة وحماية المناخ وناقش القادة موضوع الحياة بعاطفة حيث أظهرت النقاشات هجمات حادة لكن ظلت موضوعية بشكل عام وتفاوتت استراتيجيات الأحزاب حيث ركز ايفوبي على استقرار الميزانية عبر جاذب الاستثمارات بينما دعا اسبئو إلى زيادة الضرائب على الأثرياء وأكد ايفوبي على ضرورة إجراء إصراحات هيكلية فيما ركز نيوس والخضر على الإصلاحات البيئية وخفض العب الضريبي وشهد موضوع الهجرة تباينا في الأراء حيث دعا ايفوبي إلى قلعة النمسا أثر خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قارن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بالزعيم النازي عادول فيتلا أثر غضب الحكومة النمساوية حيث دعا أردغان المجتمع الدولي إلى وقف نتنياهو كما فعل مع هتلر ورفضت وزارة الخارجية النمساوية هذه المقارنة واعتبرتها مروعة ودعت الجميع إلى خفض التصعيد في هذه الأوقات الحساسة في المقابل ردت الرئاسة التركية على الانتقادات متهمة المعترضين بالتواطئ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وأكدت أن أردغان يستخدم هذه التصريحات لجذب الانتباه إلى قضية التطهير العرقي والإبادة ألقى وزير الخارجية النمساوية أليكساندر شالنبياق خطابا أمام الجماعية العامة للأمم المتحدة محذرا من أنبياء نهاية العالم في إشارة إلى قوة سياسية تسعى لنشر الفتنة في النمسا عبر تقديم حلول زائفة قبل أيام من الانتخابات الوطنية وأكد شالنبياق على أهمية الدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد وشدد على خطورة تمكين روسيا من تعديل الحدود بالقوة في الحرب على أوكرانيا كما حذر من تصعيد التوتر بين إسرائيل وميليشيات حزب الله داعيا إلى حل الدولتين وأشار إلى الأزمات العالمية مثل المجاعة في السودان ودعا لإصلاح مجلس الأمن نفت الحكومة المجرية بشكل قاطع التقارير حول إنشاء مركز لاستقبال اللاجئين على الحدود مع النمسا معضحة أن الموقع المتداول ليس سوى معسكر صيفي مخصص للشباب وأكدت الحكومة أن اللاجئين المتواجدين في المجر سيتم إرسالهم إلى بروكسل وجاء هذا التوضيح بعد تقارير إعلامية نمساوية أثارت جدلا حول وجود مركز لتجميع اللاجئين وذكرت وزارة الخارجية النمساوية أنها تلقت تأكيدات من نظيرتها المجرية تنفي أي نية لبناء مخيمات عند الحدود وأشر وزير المستشارية المجرية جيرجلي جولياس إلى أن أي لاجئين يحصلون على حق اللجوء سيمنحون تذاكر صفر مباشرة إلى بروكسل تمكن جهاز حماية الدولة في النمسا من تفكيك شبكة يمنية متطرفة متورطة في تجارة غير قانونية لتذكارات نازية ووفقا لوزارة الداخلية نفذت عمليات أمنية في جميع الولايات التسع مستهدفة عشرين شخصا بدعم من الشرطة الأوروبية يوروبول حيث صادرت السلطات مئات التذكارات النازية بالإضافة إلى أسلحة ووسائد بيانات وذلك بعد تحقيقات دقيقة من مكتب حماية الدولة ومكافحة التطرف في النمسا السفلة وتمت ثمانية عشر مداهمة في أنحاء النمسا ويشتبه في أن الشبكة كانت تتاجر بتلك التذكارات عبر تطبيقات المراسلة تم تجهيل تسع وعشرين انتهاكا لقوانين السوق العمل في سبتمبر خلال عمليات تفتيش الشرطة المالية في فيلنا بعد التحقق من أربع وثلاثين صالون حلاقة ووفقا لوزارة المالية تم استرداد أكثر من 11 ألف يورو من المستحقات المتأخرة كما تم الكشف عن عشرين انتهاكا لقانون ساعات العمل معظمها يتعلق بالعمال غير الكاملة وتم العثور على شخصين أجنبيين يعملان بالشكل غير قانوني وأربعة عمال غير مسجلين بالإطافة إلى ثلاثة أشخاص لم يبلغوا وكالة العمل النمسوي عامس عن بدء عملهم حيث يشتبه في أن هؤلاء الأشخاص يتلقون مساعدات اجتماعية أثناء العمل تبدأ شركة البريد النمسوي تجربة توصيل الطرود أيام الأحد في بعض مناطق فيلنا اعتبارا من السادس من أكتوبر وستتاح الخدمة لعملاء الشحن الممتاز في الحياة الأول والثاني والثالث والرابع وفقا للشركة نجاح التجربة سيؤدي إلى توصيع الخدمة لتشمل جميع مناطق فيلنا في عام 2025 ثم إلى المناطق المجاورة وعواصم الولايات وتعتمد الشركة على شركات نقلة خارجية مع تقديم علاوة مالية مقابل العمل أيام الأحد وتهتف هذه الخطوة بحسب فالتر أوبلين المدير العام المعين إلى مواكبة متطالبات السوق والاستعداد لموسم الجمعة السوداء وعياد الميلاد كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم لا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على واتفكم كنت معكم أنا ريم أحمد أمسي سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر